حملة رئاسية يبدو أنها انطلقت باكرة للظفر بكرسي الإليزي بدأت ملامحها تتشكل شيئاً فشيئاً مع تحركات بعض المترشحين المحتملين لاستمالة الرأي العام وإعلان البعض الآخر نية الترشح على غرار إمانوال ماكرون الذي يطمح للظفر بولاية ثانية وإيريك زيمور بالإضافة إلى الزعيمة اليمين المتطرف ماريا لوبان الساحة السياسية الفرنسية التي تشهد في السنوات الأخيرة صعود اليمين المتطرف بشكل غير مسبوق أمام تنام مشاعر العداء للمهاجرين والمسلمين بالخصوص يرتكز خطابها اليوم على شريحة واحدة من المجتمع الفرنسي خاصة بعدما أثاره ماكرون في رهانه لاستعادة جزء من شعبيته التي تراجعت لعديد الأسباب من بينها ملف السطرات الصفراء الديمقراطيات الغربية مريضة وفي خطر مما دفع صناع القرار الفعليين إلى خلق ميكانزمات جديدة في السياسة الداخلية لهذه الدول فاتخذت الطبقة السياسية الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين مبدأ اللعب على الأوطار الناجحة الهجرة الإسلام الأمن الإرهاب لإستياد انتخابي أو إستياد أصوات المتطرفين ترشح المتطرفي ريكزيمور الذي يطلق عليه اسم ترامب فرنسا يعيد لأذهان الفرنسيين شخصية دونالد ترامب غير التقليدية بطرح يعتمد مناهضة الطبقة السياسية ومكونات المجتمع الفرنسي الذي تعتبر فئة المهاجرين منه أصيلة رغم رفعه شعار حلم الوطن الذي وفر لأبنائه كل سبل الازدهار مما قد يعني العصف بالأحزاب التقليدية من اليسار واليمين والاشتراكيين استطلاعات الرأي من جانبها ما زالت تضع إمانوال مكرو على رأسها بنسبة 25% تليه ماريان لوبان بنسبة تصل إلى 20% في حين تضع إليكزيمور ثالثا بـ 15% ومرشح اليسار بنسبة لا تتجاوز 10% بنسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر